السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درجة جديد من كورس ماسترينج دارت بهذا الدرس ان شاء الله هنتعرف على ال switch case ويلي طبعا إلى حد ما مشابهة بال f else ولكن مع مزايا أقل أي أنه نحن ما فينا نستعملها مع logical operator ومع relational operator إنما هي فقط العمليات المقارنة أو المساواة ناخد مثال على هذا الشي لو عملت أنا على سبيل مثال برنامج مهمته يطبع لي أيام الأسبوع تمام؟ أو يطبع لي اسم اليوم بناء على رقم اليوم يعني أنا أدخلت رقم 7 فهو بكل بساطة بيطبع لي مثلا السبت إنه اليوم هو Saturday إذا أدخلت مثلا رقم 6 على سبيل المثال بيطبع لي أن اليوم هو Friday إذا أدخلت مثلا رقم 5 بيطبع لي أن اليوم على سبيل المثال هو Series Day نجرب هذا الشي اللاحظ أنه يطبع لي أن اليوم هو فعلا Series Day طبعا أنا من خلال الرقم عم بيطبع إطباع اسم اليوم طيب هذا الشي اللي عملنا بالـ هل فينا نعمله بالـ نعم لأنه بكل بساطة هون أنا عندي عملية مساواة فقط يعني أنا ما عم بستعمل تمام وضيف شرط آخر على سبيل المثال ويساوي أربعة أو مثلا عم بستعمل تمام الباقي واللي هي فيه أكبر من أصغر من إلى آخرين كل دول أنا ممكن استعملهم مع الـ عادي أو عفوا مع الـ ولكن ما بيقدر استعملهم مع ولكن فقط تقدر تعمل عملية المقارنة أو المساواة اللي عم تعملها حاليا اللي هي مثلا النمبر يساوي واحد نمبر يساوي اثنين ثلاثة كيف هذا الشيء نقدر نعمله من خلال بكل بساطة نفسه المثال ده هنعملهم مع الـ كل بساطة أنا أعلمه تمام هون هدخل القيمة اللي هقارن فيها واللي هتكون نمبر تمام بهذا الشكل وحنفتح الكير الـ بهاد الشكل هقول له أنا بالبداية والله لو النمبر الكيس واحد يعني هلو النمبر بتساوي الواحد نفذ لي هذا الكود على سبيل المثال اللي هنكتب هون واللي أنا هكتب مثلا تمام إنه day is إيش مثلا أول يوم مثلا Sunday على سبيل المثال تمام طبعا في حال كان الشرط محقق وتنفذ نعمل لي break يعني خرج لي من الدالة أو خرج لي بكل بساطة من الـ switch كاملة تمام في حال ما تحقق روح على الشرط الثاني اللي هننفذ اللي هن طبعا نحن نضيفه واللي هو على سبيل المثال 2 أي بمعنى لو النمبر بيجي تساوي 2 نفذ لي مثلا الكود هات أوكي بهذا الشكل وقل لي على سبيل المثال إنه هو Monday في حال طبعا تنفذ أطلع لي أو خرج لي من الـ switch كاملة تمام هذا الشيء طبعا من نفذه للنهاية بهذا الشكل هنكرر اختصارا للوقت هون طبعا ثلاثة أربعة خمسة مثلا أوكي ستة وآخر شيء طبعا هنضيف سبعة وآخر شيء طبعا في حال كل هالشروط ما تحقق لمعنى حتى نحن عامل أدخل رقم غير صحيح نحن عامل أدخل مثلا عشرين هل في يوم عشرين لا ما فيه فنحن بنقول له آخر شيء default والله آآ ومنأدخل طبعا بعد ومنأدخل هون الكود الأخير انه مثلا هذا اليوم invalid invalid day ع سبيل المثال أوكي بهذا الشكل طبعا بدأنا من Sunday Monday Tuesday يفترض آآ Wednesday مثلا أوكي Thursday Friday ع سبيل المثال وهون طبعا Saturday بهذا الشكل هلأ لو عملنا نحن run فباللاحظ انه طبعا لانه اليوم بكل بساطة هو series day ليش لاني انا ادخلت رقم خمسة فبالتالي بدأ بعملية المقارنة هل النمبر اللي انا ادخلتها داخل هل المتغير هات اللي انا ادخلتها داخل بيساوي واحد لا طيب هل بيساوي اتنين لا هل بيساوي ثلاثة لا هل بيساوي اربعة لا هل بيساوي خمس نعم فاذا نطبع لي day is series day بكل بساطة تمام لو ادخلت رقم واحد وعملت run فبكل بساطة هيطبع لي انه اليوم هو بكل بساطة Sunday تمام هاي الفكرة يا شباب اللي حابب انا وضح الكون ياه تمام انه تعتبر switch case مثل مثل الif condition ولكن مع امكانيات اقل يعني انا هون ما في اني ضيف logical operator وضيف relational operator لا هي فقط عملية مساواة تمام لا اكتر ولا اقل طبعا ممكن استعمل integer بعملية المقارنة مثل ما شايفين عم بقول هون number واللي هو integer فعمقرنه مع ارقام ممكن استعمل string على سبيل المسال ما في اي مشكلة فمنشيل كل دول مثلا تمام خلي مثلا عندي شرطين واليابون بهذا الشكل print مثلا نقول لهون you are على سبيل المسال وائل هون نكتب له you are مثلا احمد او welcome مثلا وائل welcome وائل مثلا welcome احمد تمام بهذا الشكل طبعا خلونا ندخل متغير من نوع string مثلا ناخد مثال تاني يعني لا يوضح الفكرة اكتر اذا اسم الشخص وائل تمام فانا طبعا حقارن ال name بالشرط الاول انه هل ال name هو وائل والله لو وائل اقوله welcome وائل لو ال name محمد مثلا او احمد خلونا نقول مثلا هون كونه هون ادخلنا ولكم احمد فخلونا ندخل هون احمد ايضا تمام بهذا الشكل فقول له مثلا ولكم احمد والا قل له welcome يعني ما ما تذكر الاسم تمام نعمل run ونلاحظ انه طبع لي welcome وائل لانه الاسم وائل لو كان محمد شو راح يطبع لي بهالحالة حيطبع لي welcome لحال لانه هي لا تساوي وائل ولا تساوي احمد فاذا بهالحالة هناخد الحالة الافتراضية اللي هي welcome تمام فطبع لي welcome لو كان احمد كل مصادر حيقول لي welcome احمد طبعا ليش ما قال لي welcome احمد لاحظوا هون انا الحرف capital مستعمله هون small واتفقنا انه لغة الدار تحساسة لحالة الاحرف وهي نقطة كتير مهمة لما عملنا هون capital وعملنا run مرة تانية فبكل بساطة قال لي welcome احمد وتنفز عندي هادي الشرط طبعا لي welcome احمد اذا switch keys ما هي الا حالة مختصرة من الاف الاف نفس المثال هادي عملنا بال switch keys بكل بساطة نقدر نعمله بال f else وهي وظيفة للكن هذا المثال نفسه تعملوه بال f else تمام جدا بسيط بأعتقد ال f else فيه امكانيات اكتر ولكن switch سهلة وبسيطة جدا يعني وابسط من f else فانت ممكن تستعملها للامور البسيطة اللي هي بتكون فقط عملية مقارنة يعني هل النم يساوي كذا هل كذا يساوي كذا هو ما في عندي اكبر من اصغر من logical operator وإلى اخر كل هال الامور الموجودة بال f else هون لا الامور اخف واغل فينا نعتبرها متما اتفقنا شي مختصر من f else وهي مشابهة لطريقة العمل تماما بالنهاية هي جملة شرطية تتنفذ بناء على الشرط تمام اتمنى يا رب الدرس يقولنا لا لعجاب كون اشتركوا بالفيديو واشتراك بالقناة تفايل الجرس والسلام وانيكم ورحمة الله وبركاته